اشتركوا في القناة حدد اهدافك قصيرة المدى وطويلة المدى قم بتقسيمها الى مهم اصغر يمكن تحقيقها اثنان التعليم وتنمية المهارات الاستثمار المستمر في التعلم واتقساب مهارات جديدة البقاء على الطلاع على اتجاهات الصناعة والتطورات ثلاث اخلاقيات العمل تطوير اخلاقيات العمل القوية الاتساق والمثابرة هي المفتاح كن على استعداد لبث جهد اضافي لتحقيق اهدافك اربع الثقافة المالية فهم المداد المالية الاساسية تعرف على الاستثمار والاتفار وادارة الديو خمس الشبكات بناء شبكة مهمية قوية حضور احداث الصناعة والتواصل مع الافراد ذوي التفكير المناثل ست القدرة على التكيف كن منفتحا على التغيير ومستعدا للتكيف مع الثروف الجديدة تقبل التحديات كفرص للنمو سبع ادارة الوقت تحديد اولويات المهام وادارة وقتك بشكل فعال تجنب المماطلة والتركيز على ما يهم حقا ثماني الصحة والرفاهية اعتني بصحتك الجسدية والعقلية ان الجسم والعقل السليمين ضروريان لتحقيق النجاح المستدام تسعة التخطيط المالي كن بانشاء ميزانية والتزم بها اتدخر واستثمر بحكمة للمستقبل عشر المخاطرة والابتكار لا تخف من المخاطرة المحسوبة تعزيز عقلية الابتكار والابداع أحد عشر الإرشاد اطلب التوجيه من الموجهين الذين لديهم خبرة في مجالك التعلم من نجاحات وإخفاقات الآخرين اثنى عشر بناء علامة تجارية شخصية تطوير والحفاظ على صورة شخصية ومهنية إيجابية اعرض مهاراتك وإنجازاتك ثلاث عشر رد الجميل ساهم في مجتمعك أو في القدرية التي تهمك بناء تأثير إيجابي يمكن أن يعزز نجاحك الشهن أربع عشر اعتماد عقلية النمو تقبل التحديات كفرص للنمو انظر إلى الفشل على أنه تجارب تعليمي خمس عشر كن مثابرا النجاح غالبا ما ينقوي على التغلب على العقبات والمكسات البقاء مثابرا في مواجهة التحديات ستة عشر التقييم المستمر قم بتقييم تقدمك بانتغام موضة استراتيجياتك كن على استعداد للتمحور إذا لم ينجح شيء بعد تذكر أن النجاح عبارة عن رحلة ولا توجد سيطة واحدة تناسب الجميع من المهم تحديد ما يعنيه النجاح بالنسبة لك شخصيا وإعادة تقييم أهدافك باستمرار أثناء نهوك وتقبله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر